هنبدأ النهاردة كلامنا وموضعنا مع الدوري المصري الممتاز أو دوري نايل والجولة الخمستاشر وانتلعب منها مباراة واحدة بس كانت امبارح جمعت ما بين بيرامدز وفاركو وانتهت بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق جديد ومرة تانية بيرامدز بيفقد نقاط في الدوري المصري الممتاز أو في دوري نايل وبيتراجع سجل لفاركو نجم وعمر جمال في ديئة 30 من ضربة جزاء وبعد كده اتعادل إبراهيم عادل نجم فريق بيرامدز في ديئة 53 وكان ممكن كمان بيرامدز ان هو يسجل في التواني الأخيرة لكن أكيد يحسب لخط دفاع فاركو الخروج بنقطة التعادل تقلق كمان لعيبة فاركو في اللقاء ده وحصل النجم رومي صبري لعب فاركو على جيزة رجل المباراة في المباراة فاركو مع بيرامدز بيرامدز رفع رصيده للنقطة الـ 22 في المركز الرابع من 11 مباراة متبقيله أربع مباراة مؤجلة في المقابل رفع فاركو رصيده للنقطة الـ 11 في المركز الـ 16 من 14 مباراة ومتبقيله مباراة وحيدة كمان النهاردة هيكون في مباراة وحيدة برضو في الجولة الـ 15 من دوري نايل هتكون الساعة 7 مودرن فيوتشر مع زاد أفسي وإن شاء الله دي هتكون اللقاء أو ده هيكون اللقاء الوحيد بالنسبة لدوري نايل النهاردة أكيد دي مواجهة ممكن نقول عليها ناية شبه متكافأة لفرقين ماشيين بشكل كويس جدا في الموسم الحالي من دوري نايل وأكيد طبعا عايزين نقول إن الفرقتين كمان عندهم مؤجلات في الفترة اللقاء دي أكيد هيكونوا بيلعبوها وأكيد طبعا كمان عايزة أقول إن مع تساوي عدد المباريات بالنسبة لدوري مصري الممتاز أو بالنسبة لدوري نايل أكيد هنشوف الموضوع بيختلف تماما في الفترة اللقاء فخلونا نهاردة نتابع خلونا نشوف لعبة الكراسي الموسيقية في الدوري هتوصلنا لإيه النهاردة تعالوا بقى نروح معاكم للحدث الأهم الحدث الأبرز ولطبعا واخد كل الاهتمام في الإسبوع الحالي أكيد إحنا بنتكلم عن كاس مصر اللي هيتلعب إن شاء الله بكرة هيتلعب في دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة أكيد في الرياض في ملعب أو البوريك أكيد يعني المباراة دي واخد كل الاهتمام مش بس واخد اهتمام الجمهير المصرية لكن واخد اهتمام الدوري أكيد إن شاء الله هنكون بنتابع اللقاء ده بشكل كبير جدا